تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنية من صاحبة السمو الملكية الأمير سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله وذلك بمناسبة منح جلالته جائزة الريادة في مجال رعاية الأيتام بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظكم الله ورعاكم ملك مملكة البحرين المفدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد يشرفنا ويسعدنا أن نرفع لجلالتكم حفظكم الله خالص التهاني والتبركات مناسبة منحكم جائزة الريادة في مجال رعاية الأيتام بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقديرا لدوركم الرائد والسباق في مجالات رعاية الأيتام وطنيا وعربيا وإسلاميا ودوليا ونظير إسهاماتكم الجليلة ومبادراتكم المتواصلة لرفض الخدمات الإنسانية والخير بصورة عامة التي تعبر عن عمق ونبل مواقفكم وقناعاتكم الراسخة بضرورة احتضان ورعاية هذه الفئة الكريمة بما يحفظ لها مكانتها الرفيعة استنادا إلى ما تنادي به شريعتنا السمحاء التي أعطت اليتيم وكافله خير الجزاء والتكريم وترسيخا لنظام اجتماعي يحرص على التكافل والتعاون الإنساني بين الجميع ولا يفوتنا في هذه المناسبة الطيبة أن نشيد برؤيتكم وتوجهاتكم السديدة لارتقاء بمكانة الأيتام وحفظ حقهم الأصيل في الاستقرار الأسري والاجتماعي وتطوير البرامج التنموية الكفيلة برعايتهم وتأهيلهم لتفعيل دورهم ومساهمتهم في البناء الوطني والذي نشهد تطوره المستمر من خلال أعمال المؤسسة الخيرية الملكية داعين المولى عز وجل أن يعين جلالتكم على حمل هذه المسئولية الإنسانية الرفيعة من ضمن ما تتولون من مسئوليات جمة تضع نصب اهتمامها رفعة شأن شعبكم الوفي وإصال صوت البحرين المحب للسلام والخير للعالم من حوله ودمتم في حفظ الله سالمين قرينتكم سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ترجمة نانسي قنقر